شارك الرئيس عبد الفتح السيسي في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجامعات الاتصادية الإفريقية المختلفة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي شارك في الحدث باعتباره رئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد التي تمثل الضراع التنموي للاتحاد وقد استعرض الرئيس السيسي رؤية المصرية لأولويات المشاركة الإفريقية الروسية أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على دعم القدرات الإفريقية لتعزيز السلم والأمن في القارة عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي والذي تستضيف القاهرة في إطاره مركز إعادة الإعمار والتنمية بالإضافة للحفاظ على دورية عقاد منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة كمنصة نقاش هام ورئيسية كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تدرك عمق الروابط بين التنمية من ناحية وبناء استدامة السلام من ناحية أخرى مشيرا إلى حرص مصر في إطار التولي رئاسة لجنة نيباد خلال العامين المقبلين وذلك على الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابط بين السلم والأمن والتنمية وكذلك تكثيف جهود حشود الموارد الاستثمارية في البنية التحتية ومشروعات الربط القاري كما أكد الرئيس السيسي ضرورة تعزيز قدرات القارة على تحقيق أمنها الغذائي عبر إيجاد حلول لتوفير الغذاء والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية فضلا عن ضرورة مواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ قطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الإفريقية فيما سعيها ذات الصلاة من خطوات التناسيح كثيرا بالخطوات والتعلق للإعادة خطوات في البنية